فقد الهلال الأحمر المصري مؤتمرا صحفيا بحضور سفيري الصين وفلسطين بالقاهرة هذا وقد وجه سفير الصين الشكرى لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي وأعلن عن تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني عن طريق الهلال الأحمر المصري تتمثل في أربعين شاحنة سوف يتم إرسالها تباعا تحتوي على مواد إغاثية وأدوية من جانبه أعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري رامي الناظر وصول 236 طائرة من 33 دولة وتسع منظمات دولية إلى جانب شحنات للمساعدات التي تحتوي على أربعة أو ثلاثة وأربعين ألف طن من المساعدات الإنسانية منها أربعة وعشرون ألف طن من الجانب المصري